اشتركوا في القناة اعلن محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي تشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن وتضم الهيئة ستة وعشرين شخصا من بينهم محافظون محافظات الجنوب لادارتها وتمثيلها داخليا وخارجيا تتولى هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المهام والاختصاصات التالية استكمال اقراءة تأسيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي اثنين ادارة وتمثيل الجنوب داخليا وخارجيا ثلاثة اية مهام اخرى يصدر فيها قرارا من رئيس المجلس مادة ثلاثة يستمر الجنوب في الشراكة مع التحالف العربي في مواقهة المد الايراني في المنطقة والشراكة مع المجتمع الدولي في الحرب ضد الارهاب كعنصر فعال بهذا التحالف وقال الزبيدي ان تشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في الجنوب جاء بناء على تفويض الجنوبيين له خلال مظاهرة اعلان عدن التاريخي بعد الاطلاع على اعلان عدن التاريخي الصادر في العاصمة عدن بتاريخ اربعة مايو الفين وسبعة عشر الموافق ثمانية ثمانية الف واربعمائة وثمانية وثلاثين هجرية واستنادا الى نص الفقرة الثانية من الاعلان التي نصت على تفويض الغائد عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي باعلان قيادة سياسية وطنية برئاسته لادارة وتمثيل الجنوب لتحقيق اهدافه وتطلعاته وتخويله بكامل الصلاحيات لاتخاذ ما يلزم من الاقراءات لتنفيذ بنول الاعلان ولما تقتضي مصلاحة الجنوب العليا الحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفينا من عدن وكيل محافظة عدن وعضو المجلس السياسي الانتقالي في جنوب اليمن عدنان الكاف ورحب بضيفي من اسطنبول استاذ الاجتماع السياسي دكتور عبدالباقي شمسان اهلا بكم ضيفي الكريمين وابدأ معك سيد عدنان الكاف عضو المجلس السياسي الانتقالي في جنوب اليمن بداية المساء الخير نودنا نقترب اولا من الاهداف الاساسية من تأسيس المجلس الانتقالي في الجنوب خصوصا سيد عدنان في هذه المرحلة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية أحب أن أهني جماهيرنا في كل مكان بهذا الإنجاز الذي تحقق اليوم وهو إعلان حيات رأسة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أوكلت إليه مهام بموجب القرار الذي أصدره اليوم القائد عدروس قاسم الزبيدي طبعا المهام واضحة وهي بموجب التفويض الذي صار يوم الخميس الماضي الرابع من مايو فوضت جماهير الجنوب كاملة القائد عدروس قاسم الزبيدي بإنشاء هيئة رئاسية تقوم بإدارة المرحلة الجاية واليوم الحادي عشر من مايو تم إصدار هذا القرار وحددت المهام بشكل واضح من بداية من تأسيس هيئات لهذه الهيئة الرئاسية وأيضا تمثيل الجنوب داخليا وخارجيا والشيء الثالث أي مهام أخرى يكلب بها القائد هذا القادة الكيان هناك أيضا مادة واضحة وهو شراكتنا مع التحالف العربي في محاربة المد الإيراني في المنطقة وأيضا مشاركتنا للمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب أي كان نوعه وأي كان مكانه وزمانه وموقعه فأعتقد الأمور واضحة ما الاختلاف المنشود سيد عدنان بتشكيل هذا المجلس الانتقالي الهدف الأساسي الاختلاف المنشود من خلال تأسيسه طبعا هناك تطلعات لشعب الجنوب منذ 94 وهذا الشعب يعاني منذ 94 وهناك الكثير من الشهداء والجرحة الذين سقطوا على هذه الأرض كنا ننادي في السابق بالمواطنة المتساوية بالحقوق بالواجبات بانتهاكات حقوق الإنسان اللي تمت علينا من خلال تسريح الكثير من الموظفين والقادة العسكريين والعسكريين قصرا من وظائفهم الحكومية وحرمانهم أبسط حقوقهم في العيش أعتقد الهدف المنشود هو تطلعات هذا الشعب من خلال إعادة الكرامة وإعادة ما يريده وما يريد أن يحققه خاصة وأن الشعب الجنوبي هو شريك كان في عملية الحرب ضد ميليشيات عفاش وضد الحوثة وهو شريك في النصر الذي يتحقق على الأرض فأعتقد أنه نحن كلنا مؤمنين بما يسمى الشعب هو مصدر السلطات وهو مالك السلطات فيجب أن تلبى طموحات هذا الشعب من خلال ما يسمى بالقيادة السياسية التي تستطيع أن تلبي هذا الطموح وتستطيع أن تضع جميع تطلعات هذا الشعب على طاولة من المفاوضات والمحادثات حتى تكون المخرجات تلبي طموحات وتطلعات هذا الشعب دكتور عبد الباقي مساء الخير يعني الجنوبيين يرون أن من حقهم إذا ما وصلوا إلى إجماع أن يكون لديهم مكون سياسي يمثلهم ويعكس خياراتهم مثل بقية المكونات السياسية في الشمال كيف تنظر إلى هذه الخطوة دكتور عبد الباقي في هذه المرحلة أولا دعنا نناقش بموضوعية المكونات السياسية في الشمال هناك انقلاب وهناك مجلس سياسي انقلابي كما تعلم ولا توجد مكونات سياسية هناك أحزاب سياسية نحن نتفهم المطالب أبناء ماطق الجنوبية لكن إذا قارننا هذا الإعلان وصلاحية المجلس ليس بكل جماعة من اجتماع جماهيري في ميدان تستطيع أن تاخذ تفويضا لإعلان مجلس سياسي في توقيت حرق لا يحقق أهداف أبناء المناطق الجنوبية ولا يحقق أهداف دول التحالف كما تعلم في هذا التوقيت هناك مثابة رئيس المجلس الانتقالي هو مثابة حاكم الآن للمناطق الجنوبية كما هي الصلاحيات وبالتالي الهدف الآن هو إضعاف السلطة الشرعية وإيقاف الأهداف المعدنة من قبل دول التحالف باستعابة السلطة الشرعية واستعابة الجغرافية الوطنية لا يمكن في هذا التوقيت خلط أوراق نحن نقترب من استعابة ميناء الحديدة وتحقيق إعابة الساحل الغربي وهناك المركز اليمني السيادي صنعاء ما زال تحت سلطة الإنقلابيين ومدينة عدن الآن أصبحت مدينة غير مهيئة كعاصمة موقتة وطاردة لكل ما هو غير جنوبي نحن كيف يمكن لدول التحالف الآن أن تتفهم هذا الإعلان أعتقد أننا نحن نتفهم